بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعرف مع حضراتكم عن قصة مصنع آزوفستال وأهميته في قلب موازين الحرب الروسية الأوكرانية هذا المصنع الذي بناه السوفيت وأسقطه الألمان لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية كواحدة من أكبر وأهم المنشآت الصناعية في أوروبا بأكملها لطالما لعبت منطقة مصنع آزوفستال دورا محوريا في تعزيز اقتصاد مدينة مريبل الأوكرانية الساحلية المصنع الذي يعد من أكبر مصانع التعدين في أوروبا كان يضخ أكثر من أربعة ملايين طن من الصلب الخام سنويا ويوفر سبل العيش لعشرات الآلاف من الناس لكنه أصبح اليوم ملازا لآلاف المواطنين يحتمون به من ويلات الحرب منذ أيام طويلة وبات في اللحظة الراهنة هو آخر معقل للمقاومة الأوكرانية يحمي المدينة من السقوط أمام حرب حامية وحصار روسي قاس منذ أسابيع لم تعد المنطقة الصناعية تنتج الصلب بدلا من ذلك أصبحت المحطة بشبكتها من الأنفاق تحت الأرض مأوى ومعقلا أخيرا للمواطنين والعديد من الكتائب المقاتلة ولكن ما هو مصنع أزوفستال الذي يمتد منذ فترة الاتحاد السوفيتي وكيف استطاع بمساراته تحت الأرض أن يكون مدينة سرية تقف منذ أسابيع في وجه تقدم القوات الروسية ويحمي مدينة مريوبول من السقوط بشكل كامل ما هو مصنع أزوفستال؟ تعتبر مصانع أزوفستال للحديد والصلب التي أنشأها الاتحاد السوفيتي في ثلاثينيات القرن الماضي وأعيد بناؤها بعد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية واحدة من أكبر مصانع التعدين في أوروبا وقد أصبحت المنطقة معقلا رسميا للقوات الأوكرانية المحاصرة منذ سبعة أسابيع خلال غزو روسيا لأوكرانيا في شرق الميناء الجنوبي الذي استهدفه القصف الروسي لأسابيع تقع المنشأة الضخمة في منطقة صناعية تطل على بحر أزوف وتغطي أكثر من 11 كيلو مترا مربعا يحتوي الصرح على عدد لا يحصى من المباني المقاومة للانفجارات ومسارات السكك الحديدية والأقبية والأنفاق تحت الأرض وفقا لصحيفة الجارديان يوضح المحلل العسكري المقيم في العاصمة الأوكرانية كيف أوليزا دينوف أن مصنع أزوفستال عبارة عن مساحة هائلة بها العديد من المباني لدرجة أن الروس لا يمكنهم العثور على القوات الأوكرانية فيه أكبر مصنع لإنتاج الحديد والصلب بأوروبا ويعد حصنا منيعا في زمن السلم كان مصانع أزوفستال للحديد والصلب تضخ أربعة ملايين طن من الفولاذ سنويا وثلاثة ونص مليون طن من المعدن وواحد فاصل اثنين مليون طن من الفولاذ المجلفا وهو مملوك لإحدى الشركات التي يسيطر عليها رينات أحمدوف الملياردير وأغنى رجل في أوكرانيا والمدينة التي تقع تحت الأرض وفقا للصحيفة البريطانية يوضح المحل العسكري سيرجي زوغيرتس أزوف بالفعل على أراضي أزوفستال وهي مناطق شاسعة بها ورش لا يمكن تدميرها من الجو لهذا السبب يستخدم الروس القنابل الثقيلة يأتي ذلك في الوقت الذي يحتمي في المصنع وأنفاقه الممتدة تحت الأرض ما ينهز ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال ستكون المدينة جائزة استراتيجية ضخمة بعد سقوط المصنع بمنطقته إذ تربط المنطقة بالأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق بمنطقة القرن والتي سبق واستولت موسكو عليها عام 2014 تاريخ المصنع قبل الحرب العالمية الثانية تم بناء أزوفستال في الأصل في أوائل الحقبة السوفيتية تقريبا وبحسب صحيفة واشنطن بوست أعيد بنائه لاحقا بعد أن تركها الاحتلال النازي لمريوبول بين عامي 1941 و1943 في حالة خراب وبحسب يان جاجين المستشار في جامعة دونستيك الشعبية الانفصالية الموالية لموسكو لشبكة الأخبار الروسية الحكومية ريانوفستي تحت المدينة توجد مدينة أخرى بشكل أساسي وأوضح جاجين أن الموقع مصمم لتحمل القصف والحصار وأنه يحتوي على نظام اتصالات وأنفاق تساهل على القاطنين فيه الانتقال من وإلى المدينة بدوره قال المحل العسكري الأوكراني السيرجي لوكالة رويترز أن الروسي يستخدمون قنابل ثقيلة في منطقة آزوفستال نظرا لحجمها الكبير وعدد ورشها وأنفاقها المدرعة أهمية ذلك المصنع بالنسبة لمقاومة مريوبول مريوبول التي يبلغ عدد سكانها قبل الحرب الجارية حوالي 450 ألف نسمة هي واحدة من آخر المناطق الحضرية في دونيسك التي لا تخضع للسيطرة الروسية بشكل كامل وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن الاستلاء عليها سيمنح القوات الروسية جسرا بريا مباشرا بين روسيا والقرم شبه الجزيرة التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014 لذلك يعد مصنع آزوفستال والمواقع المماثلة في المدينة أمثلة رئيسية على سبب أهمية دونباس وتراثها الصناعي لكل من أوكرانيا وروسيا وتعد مريوبول هي ثاني أكبر مدينة ساحلية في أوكرانيا وقبل العقوبات الغربية كان لروسيا قطاع فلاذي مزدهر تم تقييمه باعتباره الخامس في العالم وتشتهر دونباس بالفحم لكن مريوبول كان لديها أيضا صناعة معدنية مربحة تم توظيف ما يقرب من 40 ألف مواطن في أزوفستال ومصنع فلاذي آخر قريب يدعى إليتش مملوك لنفس الشركة وفي عام 2019 ساهم الصلب والصناعات المرتبطة به لهذين المصنعين بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا اقتحمت القوات الروسية مصنع إليتشين الأصغر مطلع أبريل نيسان 2022 لكن الشركة المالكة قالت في بيان نشارته رويترز حينها إنها لن تعمل أبدا تحت الاحتلال الروسي ليست تلك هي الحرب الأولى التي يشهدها أزوفستال شهد مصنع أزوفستال الصراع والحروب قبل عقود من الهجوم الروسي على أوكرانيا اليوم فقد بدأ الإنتاج في الموقع عام 1933 ولكن بعد أقل من عقد من الزمان اجتاحت القوات الألمانية ماريوبول خلال الحرب العالمية الثانية وتوقفت الأعمال وسط نزوح جماعي كبير للمواطنين من المدينة وبحلول عام 1944 أي بعد عام واحد فقط من انتهاء الاحتلال بدأ العمل لإعادة بناء المصنع الذي سرعان ما أصبح مركزا منتجا ومربحا لصناعة الصلب السوفيتي بعد سبعين عاما تقريبا نظم عمال الصلب في أزوفستال حركة لاستعادة السيطرة على مدينة ماريوبول بالقوة من الانفصاليين الموالين لروسيا عام 2014 فجاءت تلك المقاومة في مدينة تحدث الغالبية فيها بالروسية وغالبا ما صوتت للساس المحسوبين على روسيا وفقا للعديد من المراقبين رينات أحمدوف أغنى رجل في أوكرانيا وصاحب الشركة المالكة للمصنع شغل منصب عضو في البرلمان عن حزب المناطق الموالي لموسكو واتهم بالتورط في عالم الجريم الغامض وحتى بامتلاك صلاة مع الرئيس دونالد ترامب حينها انقلب أحمدوف على الانفصاليين الموالين لروسيا عام 2014 ورفض دعم الغزو الروسي حينها وعلى الرغم من الخلاف العام بين الرئيس زيلينيسكي فقد ساعد في تمويل الحكومة من خلال دافع 34 مليون دولار كدفعة ضريبية بشكل مقدم تراجعت صناعة الحديد والصلب في أوكرانيا بعد عام 2014 حيث انخفض انتاج الصلب الخام من أزوفستال بأكثر من مليون طن بين عامي 2013 و15 وفقا للنتائج المعلنة ولكن خططت الشركة لاستثمار مليار دولار في مواقع صناعة الحديد والصلب في المنطقة لانعاش الانتاج من جديد أزوفستال هو أوكرانيا في منتصف مارس أذار الماضي قال الرئيس التنفيذي لشركة أزوفستال إن القتال والاستهداف المباشر للمصنع يعني إغلاق الموقع لأول مرة منذ الاحتلال الألماني لكنه مع ذلك شدد في تصريحات نشرها عبر مقطع فيديو على الانترنت حينها قائلا سنعود إلى المدينة ونعيد بناء المشروع ونحييه موضحا سننتصر ونحقق المجد لأوكرانيا بالطريقة نفسها التي لطالما تبعناها لأن ماريوبول هي أوكرانيا وتابع أزوفستال هو أوكرانيا أرجو في الختام أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا